واصل مسلسل الاختيار 3 توسيق حالة الصراع اللي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان واللي أصارت حالة من الغضب الشعبي وكانت سبب في اندلاع ثورة 30 يونيو سنة 2013 الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 كشفت عن انتقال الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مبنى الحرس الجمهوري تحت حراسة أمنية مشددة كمان زيادة عدد الحرس الخاص على الرئيس وعيلته في الوقت اللي امتنعت فيه العيلة عن الخروج تماما لأي مكان لدواع أمنية وأظهرت الحلقة ان الانتقال تم نتيجة لدواع أمنية كمان كشفت عن ان مرسي انتقل إلى دار الحرس الجمهوري لتخيله ان فيه مؤمر على القوات المسلحة هتحدث مع فرع من الجيش وكشفت الحلقة 27 كمان عن حديث الرئيس المعزول محمد مرسي مع رئيس مكتبه أحمد عبد العاطي وده قبل ما يخرج الأول لإلقاء خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من جماعته من سوق إدارة البلاد وصل بيها للوقوف على حفة الحرب الأهلية وده زي ما نصح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها للخروج من المأزق اللي وصلت إليه البلاد وتضمن الحديث مطالبة أحمد عبد العاطي بالانتظار بضع ساعات لتعدين نص الخطاب من قبل الجماعة الإخوانية اللي كان عندها تحفظات على بعض النقاط اللي كانت في الخطاب وكانت أهم التحفظات التحفظ على نية مرسي الاعتذار للشعب فقال أحمد عبد العاطي أنت مش مدين سيادة الرئيس بالعكس هم المدينون ليك بالاعتذار بسبب اللي بيمرسوه يوميا في حقك من تجاوزات سنة كفاية حضرتك استحملتهم كتير لازم يعرفوا أن حضرتك مش هتسكت بعد كده على أي تجاوز وبتركز أحداث مسلسل اختيار على الفترة ما بين سنة 2012 إلى سنة 2013 اللي تولد فيها جماعة الإخوان حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو اللي أنهى حكم الجماعة مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يوليو ووسق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار التطرف في الفترة دي اللي بتعتبر أصعب فترة في تاريخ مصر الحديث وكانت الحلقة 26 شهدت لقاء حاسم بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرة الشاطر ورد الفريق السيسي بعمف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري وبينشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلالي بجسد شخصية الرئيس السيسي بالإضافة إلى أحمد عز كريم عبد العزيز خالد الصاوي أحمد السقة عبد العزيز مخيون صبري فواز والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بترميمي اشتركوا في القناة